ألف ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة أنتم أصل الحكاية أنتم بداية الحكاية والرواية وفرحتكم هي الهدف وفرحتكم وإزحاد جماهير النادي الأهلي دايما هي السبب في نجاحاته وتتويجه مبروك للأهلوية مبروك للجمهور العظيم اللي حضر المباراة في ملعب ورسم تبلوء أكتر من رائع مبروك للملايين اللي تابعوا من خلف الشاشات مبروك إنجاز جديد بتحقع باسم النادي الأهلي رقم قياسي جديد 12 نسخة دوري أبطال إفريقيا في دولاب بطولات النادي الأهلي لكن النسخة دي تختلف النسخة دي حطت الأهلي في حتة تانية خالص واستعد لما هو قادم واستعد لما هو أفضل أنت أمام سيناريو تاريخي ما يقدرش عليه وما يقدرش يقوم بيه غير بطل وعملاق القارة سلطان السلاطين صاحب السيطرة صاحب الهيمنة الأهلي هيمنة على قارة إفريقيا ده شيء أصبح ما فيهوش أي مجال للشك وعن السيناريو وعن العصفير والأهداف اللي اتحققت من ورات تتويج مبارح بتتكلم طبعاً نمرة واحد النسخة الزهبية هذه النسخة من دوري الأبطال لم يتلقى فيها النادي الأهلي أي خسارة على مدار مشوار البطولة بتتكلم على 22 مباراة بدون خسارة في مشوار النادي الأهلي في بطولات إفريقيا دوري الأبطال في النسخة الأخيرة اللي توجد بيها النادي الأهلي على حساب الوداد والنسخة الحالية اللي توجد بيها على حساب الترجي أما عن الأهداف فحدث ولا حرك طبعاً بفوز الأهلي والتتويج مبارح خلينا أقول لحضرتك أنك أنت ضمنت مكانك أو مشاركتك في النسخة القادمة من دوري الأبطال اللي بقى شيء عادي بالنسبة لجمهير النادي الأهلي على الرغم من أهمية البطولة وعلى الرغم أنها البطولة المفضلة على مدار التاريخ وعلى الرغم أن نحن نشوفها دايماً البطولة الأصعب لكن تحقيها بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لجمهيره بقى شيء عادي وده مش ممكن يحسس بيه أو يحس بيه جمهور على مستوى العالم غير أعتقد جمهور فرقتين ريال مدريد والأهلي المصري ما فيش فريق مهما كانت إمكانياته ومهما كانت أسماءه ومهما كان تاريخه ومهما كان نجومه عنده القدرة إنه حقه ده بيتهيقلي على أرض الواقع بالأرقام والإحصائيات غير ريال وغير الأهلي يعرف لما بتلعب لعبة دايماً وتوصل للمرحلة الأخيرة يعني تفضل تتعف في مرحلة وراء مرحلة وراء مرحلة تانية وتوصل في النهاية للليفل الأخير إحنا بنقول عليه ليفل الوحش الأهلي هو ليفل الوحش الأهلي هو وحش أفريقيا بدون منازع ومن حقي كجمهور نادي الأهلي قبل ما يكون من الإعلاميين اللي بينتموا وفخورين بالانتماء لششة الأهلي اللي شفت عليها وفي أثناء تواجد فيها لحظات من الفرح وكم من البطولات ما أعتقدش أن أنا كان ممكن أشوفها في أي حتة تانية